حث محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أهالي الساحل الأيسر بقضاء الشرقاط إلى التماسك ودعم القوات الأمنية موجهان الدوائر المختصة بالحد من معاناة التنقل بين ضفتي دجلة وقرر المحافظ خلال لقائه وفدا يمثل أبناء الشرقاط وعددا من أعضاء مجلس المحافظة تحويل إدارة وحركة العبارات والزوارق إلى مسؤولية الساحل الأيسر لتسهيل تنقل المواطنين إلى مركز قضاء الشرقاط كما أمر بإيجاد طرق لتسريع إيصال مفردات البطاقة التومينية إلى الأهالي بعد أن تعرضت بعض طرق المواصلات إلى الأضرار بسبب الفيضانات ولب المحافظ طلبا قدمه الأهالي بوضع برامج المؤسسات الصحية في المنطقة لضمان الخدمة الدائمة لهم